ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم هلين فيكم في فيديو جديد قبل سنة ابل صوت حركة ما كنت نتوقعها سويت فيديو قبل ما تسويت الحركات قلت ان ابل راح تنزل جهاز جديد وممكن ماكبوك كبره 16 انش نوفمبر 2019 وصوت هبل كذا فجأة رفرش في القناة خلت بعض اليوتيوبر ودتهم تقريبا نيويورك كل شي صوروا الجهاز ونزل الجهاز 16 انش يعني جهاز دي يستاهل مؤتمر له بالتحديثات اللي كانت فيه من 15 الى 16 لكن الان ابل تتوقع ان عادي عندها تنزل جهاز جديد وعليما بيعاد قوي راح تكون بدون اي مؤتمر بدون اي شيء بدون اي ما ندري اصلا يعني ايباد برو 2020 بدون مؤتمر كذا نزله ايفون اس اي 2020 بدون مؤتمر كذا نزله في اشياء كثيرة ابل قلت تسويها بدون مؤتمر كذا فجأة رفرش وينزل الى درجة حتى الايربوت زبره تغريبا ما صوتها مؤتمر واتكلمت عنها كذا عادي ماكبوك اير تطربها بدون شيء ماكبوك كبره 13 انش ما يحتاج الى مؤتمر نزله كذا فجأة نين هم نزلوهم في السنة هذي قبل الامون في الشهر نهاية اربعة وببداية خامسة تقريبا سووا هذه الحركة فالان في تسربات قوية ابل عندها شيء لسبوع هذا رفرش في القناة بدون اي شخص يدري كذا بعض الاخبار اقول لك الايربوت سيديو لان هذه القطعة الايربوت سيديو السماعة الكبيرة اللي تكلمنا عنها من الزمان جاهزة ما في شيء ابل خلاص خلصت اختبرات وخلصت كل شيء قامت تطلع في البيتة في الاي او اس الايرتاك برضو انها جاهز يقول لك ابل ما عندها اي شيء بس يقول لك الكلام ما حدث معتها يقول ينتظرون بس مقتمى تيم كوك يعجب الوضع ويقول لك يا الله نزلها كذا فاجأة جاهز القطعة ما فيها شيء فاخبار يقول لك يوم الثلاثاء القادم ابل وراءة الاشياء جديدة نستفضل عرضتieron في الموقع فاخفط هلاك في خبر ثاني قد قريب يمكنك أن تنزل ابل تيفي جديدة بالليس في ايباد ايروض فضه اول الفكس او اتول ايباد ايروض اوت ضوج عيب تدعفها من الأشياء الثلاثة اللي قلت لكم أو يمكن أبول ما تنزل شيء لأن كلها تسيربات يمكن تنزل شيء ما ندري فكتب لي تحقيق التعليقات ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي السيناب تشات اشتراك في ضبطكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا من فضل دعاكم السلام عليكم